بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشب المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بعده واقتدى بسنوتي وصلكت رقاه واتبعه ده الى يوم الدين اما بعد نواصل حلقتنا الصغيرة هنتكلم مش هنزود على الناس عشان نشوف حلقة تقريبا مش هنزود عن 4-5 دقائق هنتكلم النهاردة عن منظر بطني المنظر البطني ان انا بدخل من البطن على الرحم هنبس يا جماعة ده افتراضنا ده المهبل ده ده الرحم هون طب ده المنظر الرحمي اخش من هنا انا عادي اشوف بقى المنظر البطني المنظر البطني ده واعتبرنا دي السو هنا بخش من هنا بالكاميرا وبقى لا شمال وبقى لايمين على الرحم من ده من جوه البطن يعني بخش هشوف الاتساقات الموجوده على الرحم بخش هشوف الانبيب بخش هشوف حجم الرحم بخش هشوف حجم المبيد بخش هشوف ايه اللي موجود في قلب الحوض نفسه يبقى سمي منظر بطني على الرحم عشان بخش من التجويف من السوه بخش من التجويف البطن على الرحم وشوف الاول حاجه بشوف حجم الرحم ده ادي ايه من هنا بشوف حجم طول الانبيب ده ادي ايه بشوف وضع الانبيب لو فيها تساقات بشوف وضع المبيد بالنسبة لو فيه تساقات وحد مؤدي ايه بشوف الاهداب بتاعد الانبيب واقدر احكم عليها وشوف مدى الحمل الطبيعي من عدمه بشوف لو المبيضين فيهم اكياس الاكياس طبعا بانواحها سواء اكياس سيمبل بسيطة او اكياس نتيجة هوموريجيك يعني فيها بعض الدموية الموجودة او اكياس الدم اللي هو الاندومتريوزز الاندومتريوزز بنشوفه بجميع درجاتها الدرجة الاولى والدرجة التانية والدرجة التالتة والدرجة الرابعة طب ايه هي الدرجة الاولى والدرجة التانية التي لا تبان الا بمنظار بطني اللي هو عبارة عن البصمة بشوف البصمة دي في قلب الحوض خلف الرحم يعني راح من ده كده بشوفه من وره في قلب الحوض من تحت بشوفه شكل الانديموتوز زي شكل البصمة الموجودة او الدرجة التانية اللي هو النيديولز النيديولز عباره عن ايه شوفتوا عيد الكابريت يا جماعة لما اولعه وطفيه بيبقى قصمر سغنة كده متنطور على جدار المبيض او على انابيب او عث قلب الحوض في الحالتين دول بتيجي الست تقولي يا دكتور انا عندي قلم موجود قبل الدورة بعشر تيام بيزداد علي القلم كل ما اقترب الدورة بيبدأ الدورة تنزل بيبدأ القلم يهدى بينتهي بنهاية الدورة دي الحاجات اللي احنا ما نقدرش نحددها قلب منظار اللي هي الدرجة الاولى والدرجة التانية الدرجة التالتة من انديومتريوزيز اللي هو هجر البطانة الرحم بنشوف اكياس بكون حجم الكيس اقل من 4 سنتي او 3 سنتي ده الدرجة التالتة وحجم الكيس بعد جد او زاد عن 5 سنتي فيما فوق ده بتبقى الدرجة الرابعة من هجر البطانة الرحم هجر البطانة الرحم للأسف الشديد هي من الامراض الموجودة عند السيدة لازم خطة علاج كويسة ولازم يكون دكتور شاطر في جراحت المناظير لان هنا الدكتور ليه خطة علاج انا جاي لسنتي تحمل لازم اوصل ايه انا بعمل منظار بشوف الدرجة الاولى والدرجة التانية والدرجة التالتة بشوفها بقدر 10 الكيس كويس لازم يا جماعة الكيس 10 في دار الام من زمان وانا مما جينا عشرنا الاكياس وعرضناها والله يا جماعة ما كانش الغرض ان دي حاجة صعبة دي كانت حاجة سهلة بالنسبة لنا وكنا نفكري انه كل الناس دعم كده فجئنا ان ده الحد الوقتي شوف من 18 سنة واحنا بنسجر لما كنت بعرض لكم الافلام زمان في قناة معينة وكنت باخد الافلام بعرضها وهي بعد ما اعملها كنت انفكر ده الشكل العادي البسيط جدا كان في ايدي بسيط لكن كان في ايدي الناس صعب جدا لحد الوقتي في ايدي الصعب نفضنا عند ربنا علمنا اجيال كبيرة جدا في دار الام عشان كده بقت مؤسسة كبيرة بنقشر الكيس بكل سهولة طبعا ده بيحتاج ايه يا جماعة تأشير الكيس من قلب المبيض ده ان انا افتح واشير الغلاف بتاع الكيس محتاج ايه فضل ما عند الله مهارة المهارة دي جاي معنض ربنا بسي محتاج ايه بقى محتاج اجهزة فخمة يكون والات كويسة تساعد على ان انا اقدر اقشر الكيس من قلب جدار المبيض عشان اسيب المبيض بقوته مش انا افضل اكوي 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 كما اقول كي ده يا جماعة بيبوز النسيج بتاع المبيض اللي فيه ملايين ملايين من كل حتة صغيرة من البيضاء لان انا ايه يا جماعة بأثر على المغزون يعني ايه بل المغزون بتاع الست مدل ما يعيش لحد سن الخمسين سنة حينزب لانه الحتة بتحرق مجلسة هيا تاني خلاص انتهد فبتبدأ عشان كده كل نسيج سوير بيطلع من السيدة مهم جدا فيه ملايين من البيضاء لانه كل نسيج من ده فيه بيت عشان كده النسيج بتاع المبيض ده بيعيش عام دلست لسن خمسين وتوانية وخمسين سنة بتفضل ست الطير طلع بيضات انا لو كويته بأثر من نسبة كفاء احنا ما بنتكلم عن حتة واحدة اللي هو الانديموتريوزيس واكياس بس ان احنا بنعمل منها المنظر بطني ما بالك بالايه بباقت الايه قاقت اسباب المنظر بطني نتكلم تاني يبقى المنظر بطني سمي منظر بطني عشان بيخش من التجويف من السره وحيته من الجنبين عشان ابص على الرحم واعمل بيه امراض كتيرة جدا اتطمن عليها وبالمرة بحقن السبغة من هنا بتخش هنا جوه التجويف بشوفها وهي خارجه من هنا من منظر بطني بشوف الاهداب وبشوف الاهداب بتاعت الميب بتاعت الانبيب ومدى الكساقات وبنقدر نشوف اذا كانت السيدة تحمل طبيعي او هتلجأ الحق الميجاري ابقى المنظر بطني عمل ايه لا اسباب كتيرة جدا ادي اول سبب واحد ان اتكلمنا فيه عن هجر البطانط الرحم مع دار الام مبروك هتكوني ام كلنا دلوقتي في زحمة الدنيا بقينا مشغولين جدا وبقى صعب على كل واحد فينا ان يروح يسأل الدكاترة ده غير ان كتير مننا بيتحرك طبعا اصلا ان يسأل عشان كده احنا في طبيبك اليوم جبنا لك الدكتور لحد عندك ومش بس كده ده كمان في جميع التخصصات سواء اسنان عظام عيون تجميل نساء وتوليد وكمان ذكورة كل اللي عليك انك تعمل اشتراك في قناة طبيبك اليوم وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا وما تنساش تعمل لايك وشير مع اصحابك مع طبيبك اليوم معا لصحة افضل اشتركوا في القناة